السلام عليكم ورحمة الله نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير سوف نحضر معكم قراطة البدنجال والبطاطاة يصحق التجربة فعلا يصحق لديد 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 بالنسبة الناس لم يأكلوا الدنجال هذه طريقة جيدة و كنت أعجبني جيدة القراطة مفضلة لا يمكن أن نحتاج كمية البطاطاة و كمية الدنجال والنقلي و هنا سوف نزول المطيشة يحتاج 3 المطيشة تكون كبارين و نضيف الكمون نضيف تقريبًا 1.5 ملعقة الكامون هذه المطيشة نضيفها كطبقة أولى و نضيفها من فوق أصابيع البدنجال و هنا نضيف تقريبًا 1.5 ملعقة 1.5 ملعقة و هنا نضيف معلقة صغيرة تحميرها و نضيف 1.5 ملعقة و 1.5 ملعقة و 1.5 ملعقة و نضيف و نضيف تقريبًا 1.5 ملعقة ملعقة و نضيف معلقة و نضيف نضيف وضعها من فوق النار متوسطة ونحركها حتى توجد لنا هنا البطاطة من بعد ما تسلقات نقشرها ونمعسوها وهي سخونة سوف ندوز ونوضع لها شوية الكامون شوية البزار وشوية الرباع هذا الشيء اللي نوضعها في الأصابع البطاطة وشوية الملحة من سواهش سوف نخلط هذه العناصر جيدا ونشكله أصابع يكونوا شوية مرقى وكين مغلادين مهما انتم ماضي تشوفوا بهذا الشكل هذا وبعد ما قطعناه طول كما شتودعناه في الملح ونقليوه في زيت ساخنة يعني هالطريق ديال القلي هي اللي احسن احسن من الطريقة اللي نوضعه في الفرن لا يجيش زوين هالطريقة ديال فاش نقليوه كي يجي بنين والديد ومن الاحسن تقطع هرقاء وق باش كي يجي زوين الاصص ديالنا واجد الاصابع واجدين الودينجال ديالنا واجد تهو وقلينا هذا قد ندوز ونشكله كناخده هاد اللاطا لكتخل الفرن ندوز ونشكله الاصابع ديالنا ديال البدينجال والبطاطس ممكن انكم توضعوا مع البطاطس توضعوا الكفتة مهم كنوضع كطبقة اولى لاصص ديال المطيشة كندير واحد شوية من الاسفل عاد باش نوضعوا الاصابع ديالنا مهم بهالطريقة هادي كي ما كتلكم الاحسن تقطعوه شرائح طويلة ورقيقة كنوضعوا الاصابع ديال البطاطا ديالنا بهالشكل وكلوي وعليه كي ما هو مواضح في الصورة صراحة سهل سهل ما كي ياخدش بزفد الوقت فقط الوقت اللي كان قليو فيه الدنجال وصافي والوقيتها اللي كان قليو الدنجال كتكون بطاطا كتتسلق وكان معسوها لاصص في الوقيتها ايضا كي يكون كيوجد وكي ياخدش بزفد ديال الوقت وكي يجيزوين وطبق كي استحق تجريبة فعلا رائع ممكن تخلطوا مع البطاطا تخلطوا الكفتة او تضيفوا الروز مهم لكم من اختيار كي يبقى حرية الابداع نحن تخلطوا كيف محطوها قريبا سالي يعني جوجد دنجالات يكونوا كبارين راه يكفي وكم على حسب اللاطا اذا كانت كبيرة او صغيرة انا اخديت تقريبا خمسة ديال الوقت البطاطات اكمتوا ستين سلقتهم او ثلاثة كبارين مهمتوا ما راكم عارفين عينكم ميزانكم انا دائما كانت استعملت عيني ميزاني وليس هل امور وكنتمنى ان شاء الله الى عجبكم هاد الفيديو ان شاء الله طبق كي استحق التجربة ما تنساوش تخليولي جيم وتشتركوا في القناة لأول مرة يزول القناة وتبرتاجيو وصفي كان وضعوا سانية شوية دي اللاسوس اللي بقاتلي كان وضعها من فوق الاصابع اللي وضعنا بهات الشكل هادا انا صفي كان كتفي بالصوص دي الماطيش ما كان نضيف شي يعني الجوبن هادشي اللي كان ندير وكنطيبون في الفورن كدخلوا على فورن يكون ساخن من قبل وكدخلوا صفي كيتحمر وكي جيزوين الصراحة كي الساعة تجربة انتم ماضي تشوفوا الطبق النهائي كيفاش غادي نقدموا في الطباسل بس حاول رحا كنزمناش الله هاد الفيديو هاد طبق اللي قدمت معكم يعجبكم واللي ما زال ما جربو يجربو رح زوين زوين كي الساحة كتجربة فعلا كي جلدي الناس اللي ما كي يكلو جدا جل بهالطريقة رغادي تبدو تاكلوه انا ما كنا ناكلوش ولين بهالطريقة كنا ناكلو الصراحة زوين كماشتو كل واحد كي يقدم طباسل ديالو وكي يجيزوين وبسحة والرحا كنتمناش الله لا فيديو يعجبكم ما تنسوش تخليو لي جامو تشتركو في القناة لأول مرة رايزو القناة وتبارتاجيو وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة